اكيد سمعت عن مشكلات كتير بتقابل امهات تانية في موضوع تغيير الحفاظات زي مثلا الحفاظة بتصرب او بتعمل التهاب للطفل النهاردة هكلمك عن ازاي تختاري المنتجات المناسبة وايه هي المنتجات دي اول حاجة هتحتاجي حفاظة كريم حفاظة وايبز وتراويز التغيير بالنسبة للحفاظات حاولي تكون مش سميك عشان ما تاخدش حيث كبير من الهدوم وتعرفي منين ان هي تكون قوة انتصاصها عالية لما تكون المادة الخضرة لجواها كتير ويكون لها حواجز منع للتصرب علشان ما تحتاجيش تغيير كتير وما تصربش مرات كتير وفي نفس الوقت تكون مريحة للطفل في الاخر اختاري الحفاظة اللي يكون سعرها مناسب لميزانيتك الوايبز او المناديل المبللة بنستخدامها علشان نتاكد دايما ان جلد الطفل جاف وناشف علشان خاطر ميحصلوش التهابات نختارها في اول شهرين تكون خالية من المواد العطرية او الكحول عشان ما تعملش التهابات للطفل كريم الحفاظة فيه منه انواع واشكال كتير جدا جدا بس اهم حاجة انه مايكونش فيه كورتزون لانه مؤذي بالنسبة للطفل اما بالنسبة لطرابيز التغيير الحفاظة او التشينجينج تيبل فهي مهمه جدا جدا بالنسبة للام عشان خاطر ما توطيش وبالتالي ظهرها مايوجعهش خاصة في الفترة الاولانية بس هي فيها مشكله ان سعرها غالي شوية فاحنا ممكن نستبدلها الطرابيزة عالية ونحط عليها كافر ونهتم دايما بتنظيف من وقت للتاني بكده تكوني عرفتي كل الحاجات اللي تحتاجيها بالنسبة لتغيير الحفاظة استنيني في الحلقة الجاية هكلمك عن كل الحاجات اللي تحتاجيها عشان تحميل رضيها